نرجع تاني للمستثمر طب ما فيه فعلاً المستثمر الروسي اللي راح دخل خد محلات الهامبرجر في أوكرانيا وراح مغير اسم المحل وكتب كذا ألا يمكن أن يحدث ذلك هنا؟ الإجابة في بعض قطاعات ممكن في بعض قطاعات غير ممكن خلينا نتكلم على الشركات التي تعمل في هذا المجال أنا النهاردة عندي مثلاً في مجال الصناعات الغذائية أنا عندي صادرات بواحد وثمانية من عشر مليار دولار وأنا في عرض دولار واحد في الاقتصاد بتاعي اليومين دول النهاردة الصادرات دي ما هيش صادرات عشان ده منتج مصري جميل أو عشان ده منتج متميز ده ماركت أكسس بيديهولي الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية أنت بتصدري علامة تجارية وليس منتج فقط فأنا النهاردة ما هيش العملية عمالة فقط وما هيش فقط استثمارات أنا بتكلم على صادرات بتكلم على اقتصاد أنا النهاردة أحد الدول كان جاي لنا منها وفد مستثمرين ويبلغوني نلغوا الزيارة فأقول لهم يعني عشان الظروف الموجودة لما تتحسن نقبل نحدد المعاد قال لك لا إحنا مش ده السبب أن إحنا لغينا إحنا لغينا لأن إحنا مش ضمنين أن في يوم الأيام يبقى في مشكلة بين بلدك وبلدنا ونبص نلاقي حصل مقاطع على منتجاتنا فأحنا مش هايجين نستثمر عنه هذا لم يتكرر يعني معلش خلينا نقول بس يعني إيه أن دامش نموذج خليني أدي العكس خليني أدي العكس حدثك أثناء العلاقات السياسية السيئة مع تركيا وقطر كان كل ما تيجي وزارة جديدة وزير التجارة والصناعة بيزور مصانع تركية لإصار رسالة أن الاتنين تلاتة مليار استثمارات اللي موجودة ده مستثمر جاه عندي بقت شركة مساهمة مصرية مشغالة عمالة بتصدر ومصر ده عمالها فخمت الرئيس في لقاءات متعددة طلبنا حضور مستثمرين أتراك فخمت الرئيس رحب بيهم وأثناء الاجتماع أكد أن العلاقات السياسية لا لا علاقة لها بالعلاقات الاقتصادية طيب يعني أنا مختلفة شوي على قصة المستثمر ده أو من المستثمرين من الدولة دي أولا لأن هذه قصة لم تتكرر إلا في وقت حملات الموسيقى للرسول أو الكارتون الموسيقى للرسول وبالتالي يعني دي تلكيك تسمحني أسميها تلكي لكن أنا عايزة أقول لك معلومة أخرى مثلا شركة هرجع لك على أسهم البورس عشان هي معي لكن شركة ناسلة مثلا وقفت استثماراتها في المستوطنات الإسرائيلية بعد إطلاق حملة مقاطعة ضدها في المنطقة العربية هل مش شايف أن المقاطعة هنا فعلا قدت رسالة جيدة وإنها قدرت ناسلة يضغط عليها إنها ما تستثمرش في المستوطنات مش يمكن يكون القرار إن هي ضد اللي بيحصل في إسرائيل وبالتالي لغت استثماراتها في إسرائيل هي لا في المستوطنات أنا بكلم على هي ضد اللي بيحصل وبالتالي لغت يعني أنا ليه بفترض إن المقاطعة هي اللي جابت الأسر قد يكون القرار وتسأل في ذلك ناسلة القرار بناء على إيه ما عملتش كده قبل كده ليه عملته كرد فعل للأحداث اللي بتحصل مش للمقاطعة طب عندك برضو بشركة حزية رياضية وملابس رياضية حصل لها في السعودين خفاض في مبيعاتها 20% زي اللي حصل في مصر يا بعد حملة المقاطعة يعني قصدي وجهة النظر التانية إنه المقاطعة قد تؤتي تأثرها فهذه الشركات محلياً محلياً وليس دولياً هي لن تؤثر في الشركة الأم يعني الشركات الفرانشايز كمثال الشركة اللي تملك شيء يعني نسبة نسبة مساهمة منطقة الشرق الأوسط في واحد في الألف طيب بالنسبة للأسهم لا دكتور علاء معها حق لأنه مثلاً أسهم مكدونلز مثلاً انخفضت قليلاً 12 و13 الماضي ولكن عادت بعد كده بنسبة نموه 8% كوكاكولا نفس الشيء حصل لها بعض الانخفاضات لكن هي في نمو من عندها نمو 5% من يوم 30 أكتوبر ستارباكس برضو حصل لها انخفاضات يوم 30 بمعدلات طفيفة يعني قصدي إنه لا حتى لو حدثت بعض الانخفاضات فقد عادت وردت البورصة تاني وفعلاً في ارتفاعات أنا أصدق الناس بتاعت البورصة أنا أكلمك على أسهم على أرقام دولية أنا أصدق البيانات الدولية ومصدق كل المعلومات دي لكن أنا مش هكد بعناية لما بعدي على محلات القهوة دي الستارباكس وعلى المكدونلز وعلى الفرنس ما بلقهمش فتحي مشوفش حد اشتركوا في القناة